من ضمن الحياة التعليقات المفيدة جدا من احمد عاوز اشكور عليها كاتب انا كنت شغال في الكول سنتر للبنك الاهلي المصري الاسئلة كانت في الانترفيو عرف نفسك بيئة اللغة الانجليزية وده اهم 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 حاجة بعد كده بيكلم عربي لو كنت شغال كول سنتر قبل كده هيقولك قل لي موقف صعب مرة عليك قبل كده وازاي اتصرفته هنا لازم تحكيله موقف وعادي برضو ان لو اول مرة تشتغل الشغال دي قوله انا ما اشتغلش قبل كده اركوك وبلاش كدب في الحكات دي اهم حاجة او الخلاصة هما بيبصوا على المظهر الموظف وده مهم وده دايما بنقول للناس يا جماعة حتى تقول يا سيد انت تروح المقابلة مش هتروح يعني يا خلاص يعني ثم بيشوفك وانت بتعرف نفسك بيئة الانجليزية في الاول وده عادي في فيديوهات كتير على اليوتيوب بتعرفك ازاي تعرف نفسك بيئة اللغة الانجليزية باتفق معك جدا واضيفها على ده بتعرف بس تشفيع البنك الاهلي منتجات واي حاجة عن هزي الموضوع ازاي تدعم عامل غاضب ازاي تقدر انك تكون القدرة على التعامل مع الضغط كل دي من ضمن الاسئلة اللي بيركزوا عليها ولكن زي ما انت قلت كده كلها او مجموعة من العمل اللي بتعمل فارق في نجاحك او لأ نقطة بس مهمة انت هشغال للبنك الاهلي مش شغال في البنك الاهلي في فرق كبير ده شركة اوتسورس فالمرتب غير مرتبين موظفات البنك الاهلي ما تفضلش قاد على عشرة منهم هيشغالوك بعد كده وتدخل البنك الاهلي مش هيحصل علشان بس تبقى الدنيا بالنسبة لك واضحة من البداية ومش بحمدك ولكن بنرسم الحدود من البداية حتى ما دولش بعدها كان حيل مدخل البنك ومعرفش ايه ما بيحصلش يا جماعة وربنا وفاقك واكتبوا كل خير بازن الله لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو لمتابعة كل جديد